اشتركوا في القناة سبقت المكان ده وإحنا راهي للمعبد بنعد على جزيرتين الجزيرة لأولى جزيرة بيجا اللي كان عليها المعبد لدي والتاني اللي عليه جزيرة أجلكا اللي اتنقل إليها المعبد اتنقل آه المعبد اتنقل لان المعبد لما بدأ العمل في السد العالي بدأت الفكرة رحمة الله عليه الدكتور صاروة عكاشا فكرة اليونسكو إنقاذ المعبد الصورة اللي قدامنا بتبايل لنا إزاي المعبد كان حاله المعبد اتقدمت مشروعات كتير كان افضلها مشروع ايطالي اتقدم وقال ان الجزيرة لازم تتنقل على جزيرة تانية اعلى وتعلن على بعده 500 متر نقلنا على اجيليكا اجيليكا كانت قريبة او من فيلة عشان كده بقى سهلا الاحجار ارتفاعها مستوها 13 متر عن مستوى المعبد فاداني مساحة ان اقدر ان نعرض عليها العمالة اتقسمت لفريقين فريق بينقذ الجزيرة والتاني بيمهد ويسوي اجيليكا وتبنى جدارين عشان يفصلوا ما بين المعبدين بينهم والجدارين دول اتعمل زي سورين حوالين المعبد عملوا اتنين متر عرض وسدينا مجموعة من المواسيل عشان تطرد المية وتملى رملة في الجزء ده اتجهزت اجيليكا زي ما المعبد اتنقل بالسورة اللي احنا شايفينها دلوقتي باستخدام 120 طن ديناميت وتسوى الموقع وتقطع معبد فيه للاربعين الف قطعة وترقمت وتنقلت المشروع تكلف وقتها 14 مليون دولار واستمر العمل فيه 8 سنين لدرجة ان هو اخر المعبد اللي احنا بنتكلم على عملية النقل بتاحها لما ندخل الى فيلة بقى او المنطقة دلوقتي وصلنا هون مركب وصلت بينا الحمد لله احنا بنعدل الوقفة بتاعتنا عشان نتكلم على بلك المعبد هنا بيقع اتنين كيلو وورا السد عبارة عن صخرة جرانيتية زي ما قولت لحضراتكم المعبد طوله 460 متر الصورة اللي قدامنا الطول اللي قدامنا ده الصورة اللي جارتنا من النيل هنا وعرضه 150 متر المعبد ذكر زي ما قولت باسم بارك في نصوص نختنبه في المعصورة بتاعته اللي موجودة اللي نسبها للإلحة حطحور ربت جزيرة تفيلة ربت المعبد ايزيس وربت الجزيرة هي حطحور خلوا بالكوا فاكرين الكلمة اللي حاكيناها مرة لما قولنا على دندرة ربت دندرة المدينة ايزيس وربت المعبد هي حطحور المعبد او المكان ده اتعرف بيلا بيلاكح معبد ده لقى اهمية كبيرة جدا هنتكلم عليها بالتفصيل لكل حاجة منها على حدة منها مثلا انتوا هتسمعوا بان المعبد هو اخر نص مصر قديم تكتب المعبد فيه كنيسة المعبد نابليون بونابارت لما الجنود بتوها وظهروا المعبد اتكلموا على حاجة فيه وكتب احد الجنود بتوها نابليون المعبد الامبراطور جستنيان 550 افل المعبد ده الكتاب العرب اتكلموا على انس الوجود وظهر الورد الولد والبنت اللي كانوا بيحبوا بعضه وابوها بعدها وعدها على الجزيرة وانتقل حبيبها عبر تمساح اديه له الطريق ازاي انتقل من مكان لمكان باستخدام كل السبل عشان يوصل لحبيبته فاعتبرت مكان للقاء الاحبة قصة انس الوجود لقصة الشهيرة بعض الناس بقى بيجوا يقولوننا طب انت ليه بتقول نختنبه يعني المكان مش موجود سدقوا ان هردت لما جيه مصر 450 قبل الميلاد وراحي لفنتين ما تكلمش خالص على جزيرة فيلة استرابون اتكلم عليها سنة 24 قبل الميلاد البعض المؤرخين بيقولك لو الله احنا شوفنا اسم تهاركة كده على معيدة قربان والبعض التاني بيقولك بسمتيك التاني وبسمتيك التاني له قصة طويلة وارتباطه بالنوبة ان شاء الله نعمل محاضرة كاملة عن النوبة بعد يصل الدكتور رحمد صالح طبعا وعهد الامبراطور امازيس لو بصيتوا حضراتكو ليه تخطيط المعبد اللي ظاهر قدامنا دلوقتي المعبد هلاقي انه عبارة عن مجموعة معابت زي ما قلت لحضراتكو المجموعة هنا بتمثل عندي مقصولة نختنبه هلاقي فناء اعمدع من الجنبين على الجنبين ايدينا الشمال منقوش ايدينا اللي مين غير منقوش البيلون الاول للمعبد لو بصين حضراتكو عليه هتلاحظوا ان البيلون كان قدامه اسادين الاسادين هلوم نفس فكرة الروتي الاسادين اللي بيولدوا حورة اللي اتكلمنا عليهم وحنا بنشتغل على الدير البحري وارد جدا طيب نبدأ المعبد مقصولة نختنبه مقصورة مكرسة لعبادة الالاء حطحور ربة المدينة المناظر اللي عليها كلها الملك نختنبه وبيقدم القربين لحطحور هتلاحظوا حاجة هنا لازم ناخد بالنا منها سواء على الستان اللي برا مع افريز الكبرى او من الدك اولا العمدة الحطحورية لان هي احنا هنا بس بعد الناس بتطلق بتقول انت بتقول لي مقصورة اللي حطحور لا هي حطحور هنا دي مقصورة نختنبه بنسميها لكن كرسها لكن في مقصورة جوه اللي هي مقصورة المزكاتية زي ما انتم عارفين هتلاحظ هنا حاجة في مقصورة نختنبه في المناظر لو الصورة واضحة قدامها هتلاحظوا ان الامتلاء قليلة انا لسه ما دخلتش عن الامتلاء البطلمي والثانيات والبطن العالية مع الارداف مع القصة اللي حضراتكم كلكم عارفينها بنخرج من مقصورة نختنبه هادي الممر ايدي الشمال يعني انا هشتغل ايدي الشمال وايدي اللي مين هنا في المعبد على ايدي الشمال المناظر منقوشة منقوشة بقى بمناظر اغلبها للاباطرة الرومان الاباطرة الرومان هلاقي عندي زي الامبراطور تيباريوس مثلا هلاقي عندي الامبراطور الدوميتيان ظهر في منظر او اتنين كل دول بيشتغلوا معايا على المناظر المصارقة مع الالية الاقي مثلا انوريس متصور الاقي الثالوث بتاع الثالوث الاكبر وزير وايزيس وحورس متصورين عندي في هذا المكان بنوصل للصرح 12 متر ارتفاع 32 متر عرض مناظره خاصة به بطلميوس الاثناشر وهو بيدرب الاعداء بيتقدموا الاسادين اللي احنا بيبانوا قدامنا دلوقتي دول الاسادين يعتقد ان هما نفس فكرة الروتي النص اللي شفناه في معبد الدين البحري اللي هما بيمثل الميلاد حورس او الميلاد الجديد للمعبود حورس وكان في مثلتين اتكلمنا على المثلتين بشكل من التفصيل في العدد من المعابد ازاي المعبود كان ممكن يبقى قدامه مثلة المناعرف ان المثلتين اللي كانوا موجودين عندي في فيلة المثلتين اول واحدة منهم دول والمشهورة فيهم اللي خدها وليوم جون بانيكس ودولة قالها وليوم جون بانيكس الى عن طريق جيوفاني بلزوني سنة 1820 وادها له في المقاطعة بتاعته في دورست وعليها نص مكتوب بالهيروغليف والهوريكو وقال الراجل ده اللي هو وليوم جون بانيكس قال ان هو شاف هناك نص وعرف اسمه بطلميوس واسم كيلوباترة وحصل الاختلاب بعدها ولكن اكد بعد كده يونج وشامبليون ان الكلام ده صح وعلى المثلة دي كان موجود نص بيطلب بيلك هنا من بطلميوس التامن وكيلوباترة التانية والتالتة السماح ليهم ببعض الالتماسات الخاصة الصرح المناظر اللي مين والشمال المناظر تمثل ضرب الاعداء بوابة بطلميوس التاني بتظهر عندي على يمين الداخل بقامها الملك بطلميوس التاني ومن جنبها وما بين الاسدين وما بين المناظر الحلوة لبطلميوس ال 12 وبيضرب والمناظر اللي فوق للسالوس المقدس وتقدمة القرابيل ليه بندخل على الصرح او الفناء خلف الصرح الاول ومنه هنشوف الماميزي ومعه هنشوف الصرح التاني والجزء التاني والمكمل لمعبة فيلة بكل عناصره المامرية المقصورة بتاعة بطلميوس قدامها المتبح ومنها بنعدي بعد كذا ما قلت لحضراتكم الى الصرح التاني بكل تفاصيله علينا اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله يتعلم